موسيقى السلام عليكم ومتبعات على البركاته مرحبا بكم سيسيات مطبخة امنيتال مرحبا بكم في فيجدو جديد ووصفة جديدة ووصفتنا اليوم مرائع جدا ووصفة ملحة لسهلة تحضير وكاتجيل جيدة وممكن نحضرها في هات الايام كفل قطة او لا يعني كطبقة احتفل لغضاء لش لمعة سلطة او لفلشة ايضا تطلح لشهوة رمضان نحضرها كفل فطور وصفة لناجحة جدا بوحة العجين يأتي رائعة جدا دعكم معي نشاهدوا مقادر طريقة تحضير فرجة ممتعة نحضر اول شيء العجين اخذت هنا بول وضعت فيه 1.5 علقة الخميرة مشفافة تقريب من 5 جرام الوطرية 10 جرام نحضر مع شوية الماء دافئ وشوية السكر نخلطها ونحضرها نحتاج بيضة نحتاج لبن وهذا السرفة للعجين ونحتاج الدقيق نستعمل الدقيق الابيض نحتاجه 250 جرام انا درس دقيق الابيض نحضر الخميرة ونحضر الحشوة نحضر مقلع قطعة القطعة صغيرة جدا نضيف لها زيت زيتون رشة الملح نضيف أيضا ثوم ثم هنا نضيفت قطعة القطعة صغيرة جدا وأنا دائما نضيف 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 كفتة نضيف 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 ونحرك لا نضيف ونضيف لا تطلب ثم نضيف كمون الملح ونضيف ثم ايضا نضيف ثم اضيف ثواب ونضيف حسب الضوء. كم بدأ نحركها حتى كالطيب الكفتة. وكما قلت لكم ما تخليوها تنشف بزاف خليوها شوية حكا باش ما تديش نشفة. ولو كانت يعني الكفتة ما فيها ليدام فزيدوا شوية دية زيت زيتون. وكن حسفت بها لجنب. وقت اللي انا كانت طيب في الكفتة فكنت نجن يعني في نفس الوقت. فبعد ما خمرت لي اولا تفعلت شوية الخميرة. فوضعت ضفت على الدقيق والدقيق الاسفر والحليب بودرة. ضفت عليهم واحد جج معلق دية زيت زيتون. وكن نضيف البيضة. نبدأ نخلط هاد المكوينات مع بعضها. ثم ماكن نضيف الخميرة. فكما كتشوفو هاي بدأت هنا رابدت كتا يعني كتتفال وكتتخمر. كنضيفها. وكن مرضا نضيف في البن تدريجيا. هو اللي كان جمع به الخليط سينو. كتدير واحد الاربع كالصغير ديال البن. وكتكملوا بالماء كيبقى لكم الاختيار. كنجن هاد العجين مزيان. وكندلكوه. ثم كنغطيه بمنديل. وكنخليه لاجن. كيرتاح وكيخمر. فهنا من الأفضل تخليوه واحد للساعة. وهو كيرتاح. ينوجد الحشوة تانية وليه غتكون حشوة بالجبن. واللي كان جهتها هي رائعة جدا. فهنا خديت بول اللي كان وضع فيه الجبن. فاي نوع ديال جبن طاري عندكم ممكن استعمله. فانهنا استعملت فيلا ديالفيا. ممكن استعمله مربعة الجبن. كيف ما يمكن لكم كيمكن لكم اي نوع ديال الجبن كاتري. ممكن استعمله. ايضا ممكن تديروه متلاتة الجبن. كنضيف شوية ديال قصبور ومعد النص مقطعين. وكنضيف شوية ديال التوم بودرة. فهكتا كننسمو هاد الجبن ديالنا. كنضيف الملح وكن ارت البال مع الجبن اللي كان استعملت جبن اللي فيه دجا الملحة. وكنضيف زيت زيتون. وكنخلط هاد المكوينة مزيان. هنا العجين ديالي بعد ما ارتاح. فادي نشكل كويرات. وغادي نخليهم تهم واحد شوية يعني واحد ربع ساعة ارتاح وشبية. فهنا هاد الكمية تتخرج ليه بين 10 احت 12 الكويرة. لا بغيتوا بضعهم هاكده صغير. يعني لحسب الحجم اللي بغيتوا 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 بضعهم هاكا فا طائر كبار. كنتديرو كورات كبار. اذا هنا فوق الطاويلة كنمر شوية ديال دقيق. كنناخد الكويرة ديال العجين. وكنحاول نبسطها. هكده ببيد ديال اولا بالمدلك. كنبسطها على شكل دائرة. كنحاول انا نجي هكده شوية رقيقة. انو فيها الحميرة غادي تتخمر شوية. وهما فطائر اللي كي يجو هكده بلا بات ديال هون كدي مقرم الشاكة ديال رقيقة. فانا كان كنبسطهم. وكل ما بسطو حتى كننو ضعها في الانية ديال ديال فورن. كنصفهم في انية ديال فورن. حتى كنكمل كويرة كلها اللي عندي. ونسافي هنا كنناخد للحشوة ديال الكفتة. طبعا في الاخرى دفت لها شوية القذب ورم اتطفيس عليها. وخلطهم. فانا كان نضيف هاد الكفتة. وكان نحاول انني نضغط عليها باش كتبت على العجين. فانا العجين رقيق. وحشوة يعني ديشة طيبة. فار ما غاديش ياخد لي وقت بزاف في الفورن. صافي يعني كان حاول انني نبسطني هاد الحشوة. كان بقا مستمر راحتة. فانا نكمل كمية ديال الكفتة اللي عندي. وقد وعدين ديال الحشوة ديال الفخماش. فهدي الحشوة اللي عندي ديال الفخماش فتشتليها حتى شوية ديال جوبن موزاريلا. وخلط مزيان. صافي بنفس الطريقة فكان نوضع شوية ديال الحشوة ديال فوق العجين. وكنحاول نبسطو. هانا باش ما يلسقش لكم الجوبن في ديكم. فحاولوا انكم تروح تزليفة فيها شوية ديال زيت العود. كتمروا يديكم في زيت العود. وكتبسطو هاد الجوبن. هكذا ما كيلسقش لكم يعني الجوبن في ديكم. وصافي كتحاولوا انكم تبسطوه زيان على هاد العجين. ونفس الشيء كنبقى مستمر راحتها كنكمل الكمية ديال العجين والحشوة اللي عندي. وهنا كان نرش عليهم شوية ديال جوبن محكوك. كان نرش ايضا شوية ديال ساتر. وكان نرش يعني زنجلان الابيض فكي بقى اختياري ممكن ديروا زنجلان ساتر العادي. نفس الشيء بنسبة لهادو ديال الكتاب فاجوش كماشتو قدرت لهم زنجلان الابيض واجوش الاخرين فاخليسوا كيفما هما. وغادي ندخلهم حتى يطيبوا. ونطلقى بشوف الشكل نهائي ديالهم. اذا هذا الشكل نهائي ديال الفطائر ديالنا كما كتشوفوا فكي يجي وراء جدا ولدات. وكي يجي وخفاف عجين ديالهم مراء او من ارواح ما يكون ممكن استعملوا في يعني كعجين المملاحة ديالهم. فكي يجي خفيف. كي يجي قطني. وكما كتشوفوا كي يجي رائع جدا. فانتمنى الوصفة تعجبكم وجربوا. وهذا الشكل ديال الفطائر ديالنا. فهنا كما كتشوفوا يعني ما طيبينش بزاف. لانه عادي نعاود نسخنهم لانه طيبتهم بكري. وهذا النهار كنا صايمين. فاني كي يجي لديت بزاف. نتمنى هاد الافكار او هاد الفكرة ديال لما تعجبكم وتجربوها. ولا اعجبكم في فيديو. لا تنسوا اشتركوا لي لايك. تعليق شركة قناة. وايضا مزيد ونصف اتضر الموقع لي هو دون فيديو 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 فيبو. كوزين اومندا بايم او. لا تنسوا اشتركوا على الفيس بوك ليشي واس اومندا سواء بالعربية او بفرنسيا. محباب لكم دائما سحورها. موسيقى